بلية تأمين الملاحة في البحر الأحمر ومضيق باب المندب خليج عدن مضيق باب المندب البحر الأحمر بيتجه شمالا وصولا إلى قناة السويس الحوثيين زي ما قلنا مبارح بدأوا في استياض مراكب الملاحية وبدأوا في تهديد حركة الملاحة وبدأوا في توقيف واختطاف بعض السفن ومن نوفمبر نص نوفمبر وحتى الأمس كان فيه أكتر من 14 مركب تعرضت لأزة بشكل مباشر من جماعة الحوثي وجماعة الحوثي أعلنت مسئوليتها عن هذا العمل وتفخرت ونشرت فيديوهات وإحنا نشرناها على أنه هذا بيمثل دعما للقضية الفلسطينية وبيمثل أيضا ضغطا على إسرائيل وقلنا بالأمس أنه إسرائيل لم ولن تتأثر بهذه الإجراءات الحوثية اللي وراها إيران لإيقاف حركة الملاحة أو تهديد حركة الملاحة في البحر الأحمر ومضيق باب المندب وخليج عدن قلنا أيضا أنه إسرائيل بتجد طرق بديلة وإن إسرائيل حجمت جارتها بتعتمد 5% على المرور من هذه المنطقة فبالتالي إسرائيل لن تتلقى جرعات الألم التي تستهدفها جماعة الحوثي إذا كانت صادقة في هذا وإذا كانت إيران صادقة في هذا أيضا فبقول إنه ما هكذا ترد الإبل الإجراء غلط وبيروح في المكان الغلط وتأثيره في المكان الغلط وأعتقد تداعياته لن تكون يعني بسيطة الناس بتسأل بيقولوا عندك مشكلة في البحر الأحمر وعندك مشكلة في باب المندب وهذه المشكلة بتهديد الملاحة وتهديد الملاحة بيؤثر على قناة السويس وقناة السويس بتؤثر على وردات النقد الأجنبي للدولة المصرية وردات النقد الأجنبي للدولة المصرية بتؤثر على حياة الناس صحيح؟ كل اللي أنا قلته ده صحيح هل إحنا بنختار المشاكل أو إحنا يعني بنتخيرها من سوبر ماركت؟ أبداً هي بتفرض علينا فرداً وما اخترناها لكن قدرنا في منطقة مشتعلة قدرنا في منطقة شديدة الاتراب قدرنا أن يكون لنا دور أيضاً وقدرنا أن إحنا نكتوي بنار المشكلة ونمسك كما يمسك الجمر ونكتوي به لكن الحكمة دائماً هي سيد الموقف دلوقتي في ناس عاملة تقول إزاي تسيبوا الحطي وإزاي بتؤثر على مصالح مصر المباشرة وإنتوا سيبين هذا العبث اللي بيحصل في البحر الأحمر فبقول للناس والله فيه ناس بتحسبها صح فيه ناس شغلتها تحسب الأمن القومي كيف يدار فيه ناس وأجهزة شغلتها أن هي بتحسب حساب كل شيء بدقة متناهية فيه ناس بتحسب حساب أن الأمور لا تدار عن طريق الشارع ولا تدار عن طريق السوشال ميديا ولا تدار أيضاً عن طريق هؤلاء المحللين أو الباعثين اللي بيطلعوا يتكلموا كلامه في الآخر بيطلع غلط إن الزمان قالت لابد إن الجيش المصري يدخل بسرعة علشان خاطر ندافع عن خطوطنا الحمراء في ليبيا والمفروض نطلع وكانت القيادة السياسية الحكيمة وراها قوات عسكرية شديدة القوة بنرسم خط أحمر عملية الردع بالتم ولم نتورط حيث كان يريد البعض أن يورطنا في حرب كنا زماننا لغاية النهاردة متورطين في مستنقع ليبي بعدها قالوا سد النهضة وإثيوبيا والمفروض نضرب السد والمفروض نهاجم والمفروض 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 وكانت القيادة السياسية بمنتهى القوة والحسب بتقول لدينا مسارات دبلوماسية ومسارات سياسية صعبة ومعقدة مع شريك غير واضح وشريك غير سالك سياسياً وليس لديه إرادة سياسية لكننا بنضغط وبنتحرك وهناك بارقة أمل خلينا فيها الغطاء أما تنقطع نهائياً نحاول أن نحافظ على شعرة معوامل الجميع لأن الدولة المصرية آخر خيار هو أنه يكون فيه احتكاك آخر خيار بيفرض علينا أنه يكون فيه توتر